سلام بعدما عرضنا في الفيديو هيني السابقين أفضل عشر أفلام وأفضل عشر مسلسلات في 2023 من الطبيعي بما أنني أوتاكو سأعرض في هذا الفيديو الأخير لهذا العام أفضل عشر أنيميات في عام 2023 اعتمدوا على التصنيف مثل المرات السابقة ستكون القائمة مقتصرة على الأنميات التي عرضت هذا العام سواء موسم جديدة أم أنيميات جديدة ولكن قبل ما يبدأوا كالعادة إذا كنتم مش مشتركين في القناة تشتركوا فعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد أول بأول وقلوا ليراكم في التعليقات وش هي المواضيع والأفلام والمسلسلات والأنيميات لحبيني أني نحكي لها في المرتبة العاشرة جيكو كاراكو تدور أحداث القصة عندما تقترب فترة إذو من نهايتها لشخصية كامي بارو شنوبي معروف سابقا باسم الأقوى في كواكوري والمحكوم عليه بالأعدام أنه سيتم تبرياته وإطلاق صراحي إذا كان بإمكانه إعادة إكسير الحياة من جزيرة يشع أنها الأرض البوذية النقية سوكهاباتي على أمل لم شمله مع زوجته الحبيبة فيتوجه كابيمارو إلى الجزيرة مع جلداته يامادا أسيامون عند وصولهما إلى هناك يواجهان محكومين آخرين محكوم عليهم أيضا بالأعدام بحثا عن إكسير الحياة بالإضافة إلى مجموعة من المخلوقات المجهولة والتمثيل المخيفة من صنع الإنسان والنساء الذين يحكمون الجزيرة أما في المرتبة التاسعية فيحتله مسلسل بونغو ستراي دوغ تركز قصة أنيمي على شخصية ناكي جامي أتسوشي الذي طرد من دار الأيتام لينتهي بالأمر في الشارع بدون مكان يلجأ له على طول الطريق يلتقي مع دازار أوسامو وشريكه كونيكيدا وهما عضوان في وكالة المباحث ستمتع بقوى خارقة للطبيعة تكرس نفسها لحل القضايا المستأصية على الشرطة والجيش ولذان كناية عقبان نمرا ظهر في منطقة مؤخرة مع اكتشاف الأمور وتطور الحلقات يصبح من الواضح أن أتسوشي سيتطبط مصيره بهؤلاء المحققين الغامضين أما في المرتبة الثامنة فيحتلها أنيمي بلولاك تدول أحداث القصة في 2018 خرجت اليابان من كأس العالم لكرة القدم في الدور السادسة عشر للتعامل مع هذا الفشل المرير قرر الاتحاد الياباني لكرة القدم إنشاء القفل الأزرق وهو مركز تدريب يضم أفضل وأذكى 300 مهاجم في المدارس الثانوية في البلاد من أجل تحديد المهاجم النهائي الذي سيقود المنتخب في كأس العالم القادمة فمن هو هذا المهاجم؟ وهل أساسا سينجح الاتحاد الياباني في ذلك؟ في المرتبة السابعة وون فيس لا يمكن لهذه القائمة أن تكون دون هذا الأنمي المميز وون فيس الذي لا طالما كان من الأنميات المميزة خاصة في الوطن العربي قصة الأنمي مع أنني أشك أن هناك لا يعلمها العظم المجد الذهب مزايا اجتملت عليها حياة ملك القراصنة جولدر روجر الذي حكم عليه بالإعدام لأسباب مجهولة وارتأى أن يشي بسر كنزه المعروف بوون فيس والمخبأ في مكان على خطى الكبير قبل أن ينفذ فيه حكم الإعدام وبعد 22 سنة من هذه الحادثة تبدأ أحداث قصتنا ويظهر بطلنا القصصان مونكي دولوفي الحالم بالعثور على كنز والطامع بلقب ملك القراصنة ومن أجل ذلك يقوموا بتناول فاكهة الشيطان للحصول على القوى اللازمة ولتيسير وتذيل العقبات التي منشانها إعاقة مهمة وقبل البدء بأي شيء عليه أولا أن يجد الطاقم المناسب ليبدأون رحلة البحث عن الكنز الأسطري الذي لم ينتهي إلى الآن أما في المرتبة السادسة فيحتلها أنيمي بلاتش قصة الأنمي تتم لأحداث الموسم السابق وتدور القصة حول حاصد الأرواح كورساكي إتشيكو والذي يقضي أيامه في محاربة الهولو وهي أرواح شريرة خطيرة تهدد بلدة كاراكورا ينفذ إتشيكو مهمته مع أقرب حلفائه أنوي أوريهيمي صديقته منذ الطفولة ذات موهبة الشفاء وساد باسورا زميله في مدرسة الثانوية ذا القوى الخارقة وإيشيدا أوريو واتشيدا أوريو منافس إتشيكو يتعطل رودين إتشيكو كحاصد أرواح بظهور شخصية إبرين أسقيارو المفاجئ وهو أرانكار خطير يبشر بعودة يهواخ ملك كونساي القديم يسعى لإعادة إشعال السراع الدموي التاريخي بين حاصد الأرواح والكوينسي وهو يهدف لمحو عالم البشر والمجتمع الروحي إلى الأبد يشن يهواخ غزوا ثنائي الجوانب إلى كل من المجتمع الروحي وهوي كوموندو موطن الهولو والأرانكار ردا على ذلك يجب على إتشيكو وأصدقائه أن يقاتل إلى جانب الحلفاء القدمى والأعداء على حد سواء لإنهاء حملة يهواخ مروعة قبل أن يتهي العالم بأسره أما في المرتبة الخامسة فيحتلها أنمي جوجيتسو كايسون تتم لأحداث الموسم السابق وسيعرض هذا الموسم كل من جزئين كاكيوكو وغيوكو سيتسو منغمس بلا معنى في أن شدة نادي الخوارق طالب مدرسة نوي يوجي إتادوري يقضي أيامه إما في النادي أو المستشفى حيث يزور جده الطريح الفراش ومع ذلك أسلوب الحياة المسالم هذا سرعان ما يأخذ ملعطفا غريبا بسبب آدات ملعونة تبدأ السلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة ويجد يوجي نفسه فجأة متجه نحو عالم اللعنات كائنات مخيفة تكونت من أحقاد البشر والمشاعر السلبية يقوم ورغبا بابتلاع هذه الأدات ويعرف أنه إصبع ينتمي إلى الشيطان يوجي يجرب الخطر الذي تشكله هذه اللعنات على الناس عندما يكتشف قوه الجديدة ليبدأ في سير على طريق لا يمكنه العودة منه طريق الساحر جوجيتسو أما في المرتبة الرابعة فيحتلها أنيمي أور داك ليفل أبنا كين في عالم من الصيادين والوحوش الموهوبين يكتسب الصياد الضعيف صونج جي وون قوة غير عادية من خلال برنامج غامض مما يجعله أحد أقوى الصيادين ويغزو حتى أقوى الزنزانات أما في المرتبة الثالثة فيحتلها الموسم الثالث من أنيمي كاميتسو نو يايبا تتم أحداث قصة المواسم السابقة وفي هذا الموسم ينطلق تانجيرو كون ورفاقه إلى قرية الحدادين لإصلاح سيف تانجيرو المتضرر ولكن سرعان ما يكتشفون أن القرية تعاني من مشكلة شيطان ضخم يهاجم السكان ويهدد حياتهم مما يجعلهم يدخلون في معركة تنظارية لإنقاذ القرية والتغلب على الشيطان أما المرتبة الثانية فيحتلها الموسم الثاني من أنيمي فيلان ساقة بعد وفاة والده وتدمير قريته على يد المغيرين الإنجليز يتمنى أينار حياة سلمية مع عائلته في مزارعهم المعاد بنائها حديثا ومع ذلك فإن للقدر خطط أخرى يتم غزو قريته مرة أخرى يراقب أينار بلا حول ولا قوة الغزاة الدنماركيون يحرقون أراضيهم ويذبحون عائلتهم قبض الغزاة على أينار وعادوه إلى الدنماركي كعبد فيتمسك أينار بكلمات والداته الأخيرة من أجل البقاء تم شراءه من قبل كتال وهو مالك العبيد ومالك طيب وعد بأن يتمكن أينار من استعادة حريته مقابل العمل في الحقول وسرعان ما يلتقي أينار بشريكه الجديد في زراعة المزرعة ثورفين وهو عبد مكتئب وحزين بينما يعمل أينار وثورفين معا لتحقيق حريتهما تطاردهما خطايا الماضي وحيل الحاضر ومع ذلك يواصلون العمل فهل سينجح بذلك أم لا أما في المرتبة الأولى وبدون منازع يحتلها الموسم الأخير من أتاكون تايتن وهو أرك شينكاكي نيوك ويجن قصة الأنمي باختصار مع أنه أشك أن أحدا لا يعرف قصة هذا الأنمي منذ مئة عام تقريبا ظهر عدو جديد للبشرية يدعى العمالقة وهو عدوه الخارق الذي استطاع جرى الجنس البشري إلى حافة الإنقراض ومن أجل الهرب منهم تمكن البشر من احتماء وراء ثلاثة جدران جدار ماريا جدار الروز وجدار السينة ولكن بعد مرور مئتي سنة يتعرض البشر للهجوم من عملاقين خاصين وهو عملاق ضخم وعملاق مدرع ويدمران الجدار ويدخلان إلى مدينة حدودية بجانب عدد ضخم من العمالقة إيرين ميكاسا آرمين أبطال هذه القصة كانوا يعيشون في هذه المدينة يتمكنون من الهرب ويهربوا من تبقى من البشر ويتركون جدار ماريا وكل من يحميه وراءهم متخلين بذلك عن ثلث أراضيهم وما يقارب الخمسة إعدادهم السكاني ومن هنا تبدأ معركتنا وقصتنا ضد هؤلاء العمالقة وبهذا كان هذا كل شيء عندي لايك للفيديو إذا عجبكم شاركوا بين أصحابكم وقلوا ليراكم في التعليقات والشيء الماضي لحبيني أني نحكي لها كان أنا معكم مسعود سبيان دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته